الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا شعب تونس الكريم الأبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتحدث إليكم باسم قائمة طيار المحبة في دائرة باجة طيار المحبة ينافس بقائمته الائتلافية في جميع الدوائر الانتخابية داخل البلاد وفي الخارج وعنده برنامج انتخابي موحد أطمئنكم أولا إلى أن أصواتكم لن تذيع أبدا بحول الله لقد تعاهدنا وأمضمنا على عقودا قانونية للعمل صفا واحدا تحت قيادة الدكتور محمد الهيشم الحامدي من أجل تطبيق جميع بنود وبرنامج طيار المحبة نحن سنتصدى للسياحة الحزبية وسنعمل لمنعها بالقانون في انتخابات 2011 نالت القائمات التي رشحها الدكتور محمد الهيشم الحامدي 28 مقعدا هذه المرة نطلب منكم منح طيار المحبة أغلبية مقاعد مجلس وبالشعب ومقابل ثقتكم وأصواتكم نتعهد لكم بما يلي أولا تطبيق نظام الصحة المجانية بما يضمن تسليم دفتر معالجة لكل تونسي محروم منه اليوم بسبب الفقر ثانيا تشغيل نصف مليون عاتل عن العمل من جميع ولايات الجمهورية يومين في الأسبوع مقابل مئتي دينار في الشهر لغاية تدبير عمل أفضل للمستفيد هذا هو نظام منحة البحث عن عمل ثالثا تسليم بطاقة تنقل مجاني في الحافلات والقطارات لمن أتم الخامسة والستين من العمر رابعا إنشاء وزارة ترعى مصالح عمالنا في الخارج خامسا دعم ومؤازرة الفلاحين والعملين في قطاع السيد البحري سادسا حماية الحريات وبسط العدل والأمن والسعي لاعتماد الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع وبقية البرنامج موجودة في الأنترنت فيا كل تونسية ويا كل تونسي محروم من دفتر علاج أو عاطل عن العمل أو فوق الخامسة والستين من العمر أو مهاجر في الخارج أو فلاح أو مؤيد لاعتماد الإسلام مصدرا للتشريع ويا كل مخلص لثورة 17 ديسمبر في الداخل والخارج هل تجدون في الساحة برنامجا أفضل مما يعرضه عليكم طيار المحبة ويلتزم به ويتعهد بتنفيذه لكل ما سبق أرجو منكم أن تمنحوا قائمة طيار المحبة أغلبية الأصوات في جميع الدوائر بالداخل والخارج وبحول الله لن نخيب حسن ظنكم وثقتكم بنا وسترون مع طيار المحبة الخير والعز إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته